وفي مدينة سيلبابي يسجل السوق المركزي هذه الأيام حركة تجارية نشطة بفعل إقبال المتسوقين من مختلف المناطق والبلدية المجاورة تقرير التالي يسلط الضوء على جوانب من التسوق بالإضافة إلى بعض مظاهر استعدادات المواطنين لعيد الأطحى المبارك السوق المركزي بمدينة سيلبابي تعرف هذه الأيام حركة تجارية نشطة بفعل إقبال المواطنين من مختلف مناكب ولاية قدمغة وحتى من بعض الولايات الأخرى بالنظر إلى الموقع الجرافي للولاية كمنطقة حدودية مع الدول المشاورة في هذا اليوم أجواء جميلة تتوافد جميع البلديات الريفية صوبة عاصمة ولاية قدمغة سيلبابي لقضاء حوائج العيد التي يستعد لها كل المواطنين هنا على مستوى مدينة سيلبابي فالأجواء كلها تتسم بفرحة العيد لأن العيد يجمع الجميع هنا في هذه الساحة الكل ينطلق إلى حاجته من أجل شراء حاجيات العيد ولوازمه هذا السوق من شاء الله زين حتى فتبارك الله اليوم واليوارد كله التأيام الله ربعا فتبارك الله خلق ياسر ياسر تبارك الله وحيوان خالق من شاء الله متسر من الحال كان متسر من شاء الله يكثر الإقبال أساسا في هذه الأيام على أجنحة الملابس وتضم هذه الأجنحة من السوق مختلفة عينات الملابس بمواصفات ومقاييس متنوعة ويطالب المتسوقون من القائمين على الشراء المحلي من سلطات إدارية ومنتخبين محليين بوضع خطة لتوسيع السوق المركزي والحد من تحديات النفايات والأوساخ خاصة في ظل أجواء موسم خريف واعد رأينا اليوم في أجواء الإيد ما شاء الله الناس هم تتجول في الأسواق بعض الناس في الأسواق الملابس وبعضهم في المسواق المواشي ما شاء الله الناس كاملة وفرحانة في استقبال الإيد كل فرح وطالبي من الدولة أن تفسعنا السوق السوق ضيق وفيه كثير من الأوساخ نطالب البلدية أن تساعدنا بتنظيف السوق الإقبال المتزايد على جنبات السوق المركزي بمدينة سيريبابي يأتي احتفاءا بعيد الأطحى المبارك والذي يمثل فرصة لتنشيط الدورة الاقتصادية في مختلف مفاصل وأركان هذا السوق الكبير شوق محمد فالي قناة الموريتانية مدينة سيريبابي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر